بسم الله الرحمن الرحيم الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين والذي نستمع فيه اليوم لمحاضرة بعنوان الدوافع الدينية للانتهاكات اليهودية غزة انموذجا يلقيها على مسامعنا فضيلة الدكتور ثامر العلواني فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأكارم والسادة الأفاضل في هذه الأمسية الطيبة المباركة والتي تأتي في إطار الوقوف مع أهلنا في فلسطين المحتلة وخصوصا في قطاع غزة الذي يشهد ارتكاب مجازر وحشية يرتكبها الكيان الصيون المجرم بدعم غربي بغيظ من قبل ما تسمى الدول الكبرى التي تتحكم بالعالم لنشر الرذيلة والانحطاط والتخلف الأخلاقي والظلم وتصنيف الناس طبقيا والسيطرة على مقدرات الدول الضعيفة وسرقتها وما يجري في غزة لا يخفى على أحد فالإجراء مفاق كل التصورات ولكن الشيء المخزي هو الصمت الدولي العربي والإسلامي أو حتى الاستنكار الخجول الذي لا يرقى إلى درجة المسؤولية اليوم إخواني الأكارم نحاول أن نناقش فيما بيننا دوافع الكيان الصهيوني في ارتكاب هذه المجازر والإبادة الجماعية هذا جانب مهم لا بد من تسليط الضوء عليه حتى نعرف حقيقة ما يجري وحجم الكذب والافتراء الذي افتري به على الإسلام والمسلمين فقد استطاع الغرب أن يمرر فرية أن الإسلام ويروجون أن الإسلام دين القتل والدماء والإرهاب وقبل أن نبدأ بالحديث عن الدوافع لقتل الفلسطينيين والمسلمين دعونا نستطلع بعض الإحصاءات في الإجرام الصهيوني في قطاع غزة لأن هذه الجرائم تبين من المجرم ومن يجب أن يتصف بالإرهاب فخلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني وخلال إحصائية خلال 120 يوم من بداية الحرب تم ارتكاب 2325 مجزرة ارتكبها الاحتلال راح ضحيتها عوائل كاملة وأيضا 34238 ما بين شهيد ومفقود وعدد الشهداء الآن يقارب 28 ألف منهم 12 ألف من الأطفال و8190 من النساء وأيضا 339 من الطاقم الطبية 46 من الدفاع المدني 122 من الصحفيين وهناك أكثر من 7 ألف مفقود 70 بالمئة منهم نساء وأطفال 66452 مصاب وأيضا يضاف إلى ذلك أن ما يقارب من 2 مليون مهجر في قطاعي غزة أيضا تم تدمير 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي 295 مدرسة وجامعة بشكل جزئي 183 مسجد دمرها الاحتلال بشكل كامل 264 مسجد بشكل جزئي و3 كنائس و30 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة يضاف إلى ذلك 150 مؤسسة صحية تم استهدافها بشكل جزئي وأيضا 122 سيارة إسعاف دمرها الاحتلال وأيضا يضاف إلى ذلك تدمير البنية التحتية لقطاع غزة بالكامل والآن مئات الآلاف من العائلات مشردون في الخيام في ظل الأجواء القاسية التي يعيشها قطاع غزة فكل الأوصاف للحرب في غزة تقر بأن الكيان الصهيوني يشن حرب إبادة جماعية هناك جرائم ترتكب جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية ولكن إلى هذا اليوم العالم متواطئ مع الكيان الصهيوني المجرم ولم يحرك ساكنا لإيقاف هذه الحرب فضلا عن عدم التفكير بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وهنا نريد أن نصلت الضوء على الدوافع الصهيونية لارتكاب هذه الجرائم من قبل الكيان الصهيوني والدوافع أكيد هي متعددة ولكن ما يهمنا هو أهم دافع لارتكاب هذه الجرائم ولو رجعنا إلى التاريخ قليلا لو وجدنا أن الدافع الأساس والأهم والذي لن يتوقف هو الدافع الديني بغض النظر عن صحة الدين وبطلان الدين لكن إخواني الأكارم اليهود يتحركون دائما بدوافع دينية وبلا شك هي محرفة بالمجمل قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولابد أن نقر ونعترف بأن الضرب على الوتر الديني يحرك المشاعر ويدفعها باتجاه معين والعراقيون أكثر من يعرف مرارة هذا الأمر وبما أن اليهود والنصارى يؤمنون بالكتاب المقدس فسيكون حديثنا مستند إلى ما ورد في الكتاب المقدس المعتمد عند اليهود والنصارى هذا الكتاب أخواني المقدس هو الكتاب الذي يقر به اليهود والنصارى وهو مثل يعني يعتبر بلا تشابه مثل القرآن الكريم عندنا فهذا هو النص الذي سنعتمده فيما يقره اليهود بهذا الاتجاه الكتاب المقدس هذا معلف من قسمين القسم الأول يسمى القسم العهد القديم والذي يطلق عليه التوراة الذي جاء به سيدنا موسى عليه السلام والقسم الثاني هو العهد الجديد الذي هو يطلق عليه الإنجيل الذي جاء به سيدنا عيسى عليه السلام اليهود يؤمنون فقط بالقسم الأول ولا يؤمنون بالقسم الثاني يؤمنون فقط بالعهد القديم ولا يؤمنون لا بالإنجيل ولا بنوبوة سيدنا عيسى عليه السلام النصارى لا يؤمنون بكامل هذا الكتاب بعهديه القديم والجديد في عام 1844 ميلادية أصدر البروفيسور جورج بوش أيضا اسمه جورج بوش ليس جورج بوش الذي غزى العراق ولكن هذا أحد البروفيسور كتابا اسمه عودة عظام اليهود الجافة للحياة هذا الكتاب دعا فيه إلى توطين اليهود في فلسطين وهذا الشخص مع أنه مسيح بروستانت وقد ذكر حتى أين يجب أن تكون المستوطنات لليهود في فلسطين هذا الرجل كان يؤمن بعقيدة انتشرت آنذاك في أمريكا وبريطانيا من خلال النبوآت الإنجيلية تقول إن عودة المسيح رهينة بعودة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولتهم عليها ثم تحولهم إلى المسيحية وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم كلام الرئيس الأمريكي بايدن عندما يقول بأنه صهيوني هو لم يقل هذا عبثا أراد أن يفهم بأن القضية هي قضية دينية الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين هي حرب دينية فلذلك لا اعتبار لأي أمور أخرى خارج القضية الدينية التي يؤمن بها حتى بايدن طبعا معنى الصهيونية هو الدعوة لتوطين اليهود في فلسطين بمعنى احتلالها وتشريد أهلها الفلسطينيين إلى العراء أو إلى دول أخرى إذن إخوان الأكارم نحن نتكلم عن دوافع دينية لتحرك النصارى واليهود وبما أن الطرفين يؤمنون بالكتاب المقدس فتعالوا ننظر في بعض النصوص التي وردت في التوراة ثم نقارم ذلك مع شريعتنا السمحاء لأن العالم الآن يتحدث عن الإسلام كدين قتل وسفق دماء ويتغافل هذا العالم المنافق عما ورد من النصوص الدينية التي تدل على الرأف والرحمة وعن ممارسات المسلمين على مر العصور منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مرورا بالخلافة الإسلامية مرورا بالدول الإسلامية كيف تعاملوا برأفة ورحمة مع غيرهم من غير المسلمين وحتى في حرب غزة اليوم ونحن نتكلم عن ممارسات ومجازر ترتكب ضد الفلسطينيين رأينا أن حماس كانت تحافظ على الأسرى الذين لديهم وتحافظ على صحتهم بكل ما تستطيع فهذا نموذج من تعامل المسلمين مع أسراهم بعكس ما يفعله الصهايين من ارتكاب وإيغال في الإجرام ضد الفلسطينيين قبل أن نبدأ بالنماذج وأن نبدأ بما ورد في الكتاب المقدس أريد فقط أن أعرج على مسألة مهمة وهو أنه عندما نذكر نصوص من الكتاب المقدس هي في مقام المجادلة يعني مجادلة أهل الكتاب حتى نقيم عليهم الحجة بما يعتقدونه ويصدقونه من كتبهم ولا يلزم من ذلك أن نكون نحن نؤمن بهذه النصوص التي وردت في الكتاب المقدس فنحن المسلمون نعترف ونقر بأن الكتاب المقدس محرف محرف بالمجمل وفيه من الافتراءات الكثير والكثير لكن تعالوا الآن ننظر إلى النصوص في العهد القديم وكيف أصبحت دافعا لقتل الفلسطينيين وإبادتهم العهد القديم عندما يطلق في الكتاب المقدس فهذا يعني أنه يشمل خمسة أسفار سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية هذه الخمسة يطلق عليها التوراة ثم يأتي بعدها أسفار الأنبياء وكتب الحكمة هذا أيضا كله في العهد القديم والعهد الجديد يشمل أن أجيل الأربعة متة ومرقص ولوقا ويحنى ويضاف إليها أعمال الرسل وثم أعمال الحوارين وتلامذتهم وبما أن اليهود يؤمنون فقط بالعهد القديم فسنتناول العهد القديم وما ورد فيه من دوافع لأن يرتكب اليهود مجازر بحق غيرهم حتى من غير المسلمين في المجمل يحاول العهد القديم أن يصور اليهود بأنهم شعب الله المختار المحاط بالرعاية والعناية أما غيرهم فمجرد شعوب هائمة لا تحظى بالاحترام ولذلك يقسمون العالم إلى قسمين شعب له نعم الله ومحبته وشعب أخرى بهيمية متوحشة قال الله عنهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه هذه الشعوب الأخرى توصف بأنها نجسة وحقيرة وهي عبارة عن حيوانات بصورة بشر وهنا إخواني ممكن أن نتذكر تصريح وزير الحرب الصهيوني عندما قال عن أهل غزة إنهم حيوانات بصورة بشر إذن هذا الشخص هو يتحدث عن مفاهيم لنصوص مقدسة عنده من وجهة نظره الباطلة فالشعوب خلقت كما يتصورون لخدمتهم والتلذذ بمعاناتهم ولذلك يتعاملون بمستويات معينة مع هذه الشعوب من خلال النصوص التوراتية أولا يتعاملون معهم بالقتل فهناك نصوص في العهد القديم تدعو إلى قتل الجميع بمعنى الإبادة الجماعية باعتبار أن الرب أمرهم أن يقتل الناس جميعا بمن فيهم النساء والأطفال وحتى الحيوانات والبهاي الأمر الآخر التهجير للشعوب الأخرى وعدم الاختلاط بهم وهذا المستوى الثاني العهد القديم يدعوهم لطرد الناس من الأماكن التي يتواجد بها اليهود لأن غيرهم أناس مدنسون ولا يجوز أن تبقى شعوب قذرة كما يتصورون مع الشعب المختار المبارك المقدس وأيضا خشت أن يتأثروا بغيرهم ويتركوا دينهم ولذلك تهجير الفلسطينيين منذ عشرات السنين مستمر وهناك دعوات صريحة وواضحة بهذا الإطار منها تصريحات الحاخام اليهودي عندما قال أن الفلسطينيين نجس وأولاد وأفاع يجب أن يخرجوا من أرض فلسطين كما قال وأيضا هناك مشروع أمريكي يعني كلنا سمعنا به هناك مشروع لتهجير الفلسطينيين من خارج فلسطين سواء إلى أرض سيناء أو إلى بلدان أخرى فما نشاهده اليوم من مجازر في غزة والظفة تأتي بهذا الإطار أيضا لأن إسرائيل تسعى للتخلص من الفلسطينيين جميعا لأنهم يعتبرون وجود الفلسطينيين على أرض الميعاد كما يصفونها معصية كبيرة سيعاقبهم عليها الرب كثيرا إذن إخواني نحن نتكلم عن دوافع دينية وراء هذا القتل والتهجير الذي يتعرض له الفلسطينيون الآن ننتقل إلى النصوص من العهد القديم التي تدفع الصهاينة إلى ارتكاب مجازر بحق غيرهم جاء في العهد القديم في سفر العدد الإصحاح واحد الثلاثين وسبى بنوا إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار هذا النص واضح على القتل والسبي والأطفال لكن هو يرد في الكتاب المقدس على أنه ثناء عليهم لأنهم فعلوا هذه الجراء ورد أيضا في سفر القضاة الإصحاح 21 توصي للمحاربين من بني إسرائيل بهجومهم على مدينة جلعاد يقول اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعاد بحد السيف مع النساء والأطفال ورد في سفر صوموئيل الأول 22 أن الملك شاؤل الذي اختاره الرب قد أمره بالهجوم على مدينة في شمال القدس وقتل من فيها بالسيف رجالا ونساء وأطفالا ورضعا وأضاف إليهم الحيوانات وورد أيضا في سفر أرمياء الإصحاح وعد خمسين أن الرب أراد الانتقام لبني إسرائيل من أهل بابل فكان مما قاله لهم بزعمهم أنتم لي فأس وأدوات حرب فأسحق بكم الأمم وأسحق بك الرجل والمرأة وأسحق بك الشيخ والفتى وأسحق بك الغلام والعذراء وأيضا ورد في سفر العدد الإصحاح وعد ثلاثين أن الرب أمر موسى عليه السلام أن ينتقم لبني إسرائيل بقتل الأطفال فأرسل موسى من كل سبط إلى الحرب ألفا تقول التوراة وقتلوا كل ذكر وسبوا بنوا إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار وهذا عين ما يحصل اليوم في غزة وفي سفر يشوع 6 الإصحاح 6 وقتلوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقرة والغنم والحمير بحد السيف وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها هذه النصوص كلها أيضا تأتي في إطار المدح على أفعالهم وجرائمهم وفي سفر حزقيال الإصحاح 9 قال الرب عبروا في المدينة وراءه واضربوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك وورد أيضا في صفر صاموئيل الأول إصحاح 15 أن صاموئيل قال لشاؤل إن الرب أمر بقتل النساء والأطفال اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ونضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا وورد أيضا في سفر أشعيع الإصحاح 13 وصية لبني إسرائيل ماذا يفعلون بأهل بابل يقول أنا أوصيت مقدسية ودعوت أبطالي لأجل غضبي مفتخري عظمتي كل من وجد يطعن وكل من انحاش يسقط بالسيف وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم فتحطم القسي الفتيان ولا يرحمون ثمرة البطن ولا تشفق عيونهم على الأولاد وورد أيضا في سفر المزامير الإصحاح 137 ما يخلو من كل رأفة وشفقة وجاء فيها يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة هذه كلها نصوص وردت في الكتاب المقدس الذي يؤمن ويعتقد به اليهود أما بخصوص الأسراء فقد جاءت نصوص في العهد القديم تدعو أيضا إلى قتل جميع الأسراء وبعض النساء كما جاء في سفر العدد فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها ولكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات فهذا أيضا يأمر جاء في إطار أن الأسراء يقتلون إلا النساء التي لم يضاجعن رجلا أو هذا هكذا أعمارهن فمع أن من طبع الإنسان وما جبل عليه هو الرأف والرقة بالأطفال والنساء لكن ما نراه اليوم من مجازر في غزة وعدم التمييز بين كبير وصغير بين رجل وامرأة يخالف الفطرة الإنسانية فقتل الأطفال والنساء والتدمير الشامل عندهم وفي دينهم وشرعهم المحرف مباح بل هو واجب لكل من رأوا أن في قتله مصلحة لهم إذن هذا هو المرتكز الذي يعتمد عليه الصهاينة في ارتكاب المجازر وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وحرق وهدم المدن بمستشفياتها بمساجدها وحتى بدور عبادتها ومع فضاعة المجازر إلا أن الغرب كما تعلمون يناصر الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية وتهجير الناس لأن القضية كما قلت لكم هي قضية دينية كما يعتقدون لكن من المقابل لو جئنا إلى ديننا الإسلامي الحنيف لو وجدناه حتى في الحرب هناك قوانين وأخلاق لا يمكن تجاوزها فالأوامر الإلهية النبوية كلها تدعو إلى حسن التعامل والخلق وعدم التعدي والظلم على الآخرين بغض النظر عن ديانتهم عن جنسهم عن عرقهم عن لونهم حتى في الحرب وحتى لا أطيل عليكم كثيرا في الإسلام هناك أحكام وهناك فلسفة لشن الحرب والقتال فأولا مشروعية الحرب في الإسلام يقررها مصدر سماوي فالحروب في الإسلام ليست دينية يمليها التعصب الديني بهدف إبادة المخالفين وقتلهم قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وليست الحروب في الإسلام هي بقصد التسلط على الأمم والشعوب لأن ذلك من الظلم والظلم في الإسلام محرم وليست أيضا الحروب في الإسلام حروب استعمارية أو اقتصادية لسلب الشعوب أموالها ونهب خيراتها وثرواتها ولذلك قال ربعي بن عامر عندما دخل على رستم قائد الفرس كان مبعوثا من سيدنا سعد بن أبي وقاص قال إننا لم نأتكم لطلب الدنيا ووالله لا إسلامكم أحب إلينا من غنائمكم فالحرب إخواني مشروعة في الإسلام بقصد حماية نشر الدعوة الإسلامية وصون الدعاة إلى دين الإسلام ورد اعتداء الآخرين وهي ضرورة يلجأ إليها في حدود الحق والعدل قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين والأساس الواضح المميز للجانب الإنساني في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم للحرب وأما الحرب فهي طارئة لدفع الشر والعدوان وإزالة العقبات أمام نشر دعوة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة أو بالحجة والبرهان وإذا كانت هناك حرب أو قامت الحرب فإن لها أحكاما نظمة الشريعة الإسلامية تحكمها من بدايتها وخلال مسيرها وبعد انتهائها ولذلك لا يجوز في الإسلام وفي الحروب الإبادة الجماعية مثل الجراعم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة مثلا والحروب مقصورة على الجيوش المتحاربة فلا تتعداها إلى بقية الشعوب أو إلى بقية الشعب الدولة التي قاتلت المسلمين ولا يجوز إتلاف شيء من أموال العدو من أبنية وزروع وأشجار ومنشآت مدنية كالجسور والطرق إلا للضرورة الحربية قال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين وتقيد نظام الحروب في الإسلام وتقيده أيضا مبادئ أخلاقية رائعة استفاد منها حتى منظمات أو المعاهدات الدولية وجعلت المسلمين مضرب الأمثال في معاملتهم للعداء ومن تلك المبادئ التي يأمر بها الإسلام هو الوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم الغدر والخيانة قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل جيوش أغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضعفاء والذين لم يشاركوا في القتال كالرهبان والنساء والشيوخ والأطفال أو الذين أجبروا على القتال كالفلاحين والأجراء وعدم قطع الأشجار وهدم الصوامع وغير ذلك إذن هذه الأخلاق تفرد به الإسلام من خلال تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام فلا يوجد اليوم في زماننا مثل هذا التشريع والهدي الفريد المليء بالرحمة وقد حفظ التاريخ للمسلمين حسن معاملتهم للأسرة والجرحة ولذلك بعض المستشرقين أقر برحمة المسلمين في الحروب ومن ذلك شهادات بعض المستشرقين مثل غوستاف لوبون عندما قال ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب ويقصد المسلمين طبعا وأيضا وول ديورانت في كتابه قصة الحضارة عندما قال إن بلاد الأندلس لم تشهد في تاريخها حكما أكثر حزما وعدالة وحرية كما شهدته أيام فاتحها العرب ويقول أيضا غوستاف لوبون ولم يقتصر فضل العرب والمسلمين في ميدان الحضارة على أنفسهم فقد كان لهم الأثر البالغ في الشرق والغرب فهما مدينان لهم في تمدنهم وإن هذا التأثير خاص بهم وحدهم فهم الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة وفتحوا لأوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفية فكانوا ممدنين لنا وأئمة لنا ستة قرون فقد ظلت ترجمات كتب العربي ولا سيما الكتب العلمية مصدرا وحيدا للتدريس في جامعات أوروبا خمسة أو ستة قرون فعلى العالم أن يعترف للعربي والمسلمين بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة ويذكر المستعرب الصيني لي قوان وكيل وزير الخارجية الصينية في وقتها وصاحب الدراسات لتراث الحضارة والعرب والمسلمين أن الحضارة الإسلامية يقول أن الحضارة الإسلامية من أقوى حضارات الأرض وأنها قادرة على اجتياز أي عقبات تواجهها لأنها حضارة إنسانية الطابع عالمية الأداء رفيعة القدر علميا وفكريا وثقافيا وإن الشرق يمتلك سحر الحضارة والأدب والثقافة وأنه صاحب الكلمة المفكرة والعقلية المنظمة فالحضارة العربية الإسلامية تتسم بأنها عالمية الأداء والرسالة إنسانية الطابع جوهرها نقي ومتسامح إذن إخواني بعد كل ما تقدم هل يمكن لمفتري أن يقول أو أن يمرر فرية أن الإسلام دين الإرهاب والقتل ويدافع عن جرائم الصهاينة والإسرائيل ومساندهم فالصهاينة وحكام النصارى هم من يجب أن يوصف بالإرهاب والقتل وإذا كانت حرب غزة تسير بدوافع دينية مقيتة السؤال لماذا يتخلى المسلمون عن نصرتهم دينياً مثل ما تخلوا عن نصرة أهل العراق واليمن وغيرها وإذا كانت الأنظمة متواطئة جبراً أو تخييراً أليس من واجب الشعوب التضامن وتقديم ما أمكن لإخواننا في فلسطين وغزة وتجاوز التبريرات النفسية أو التبريرات للنفس في التقاعس عن نصرة المسلمين في غزة أو حتى في العراق وسوريا واليمن والإيغور ومينمار وغيرها إذن هي دعوة لكل مسلم أن يقدم ما يستطيع لنصرة المسلمين في كل مكان وفي فلسطين وغزة خصوصاً لأن القضية هي قضية دينية سماوية فضلاً عن كونها إنسانية اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب السماوات والأراضين نسألك أن تنصر أهلنا في غزة على أعدائهم الذين ظلموهم وضيقوا عليهم اللهم كن لأهل فلسطين عوناً ونصيراً وبدل خوفهم أمناً اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للدكتور ثامر العلواني على هذه المحاضرة القيمة والآن نفتح باب الأسئلة والمداخلات إن وجدت تفضل الدكتور أيمن أعطينا فكرة عن الأعداء يعني هوية هؤلاء الأعداء ومن هم هؤلاء الأعداء والمصيبة الكبيرة أنهم يتحكمون بالعالم حالياً بهذه العقلية ثانياً جميع حكام الغرب فضلاً عن الكيان الصيوني كلهم يتبنون الفكرس الديني المنحرف طبعاً أو المحرع وهنا أستذكر يعني تخيلوا رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة في السمانينة وهو يعني جاي من بيئة فنية وغليوود ومعرف إيش من انتهت الدورة الرئاسية سأل الصحفي يلا تتمنى أنه تتجدد الرئاسة عندك قال لا والله أتمنى أن أكون جندي في معركة هرمجدون أو هرمجدول أو هذه المعركة التي يدعونها ثالثاً هذه المسألة يعني من نجي على هذا الموضوع قد يتفسر بالكثير لماذا من هلك جهات طلب وليس الدفع الدفع هذا منتهي منه يفترض أنه لكن الآن قد تزال الغشاوة عن أعين الكثير أنه يتكلمون وليش المسلمين مثلاً يتفضل هذه العقليات وبهذه الصورة يتعامل الظلمة مع شعوب العالم كلها ونحن المسلمين مأمورون أنه حتى ندافع عن المستنعفين بغض النظر عن الدين والعرق واللون فهنا يعني حقيقة الأمر هذا كله يتثبت حتى للعلماني أنه الإسلام هو الدين الحقيقي لأنه الدين وما يملي عليك الدين هو اللي راح يبين شخصيتك هو راح يبين من أنت يعني هي المشكلة هنا ونفهم بالمقابل لماذا يعادون الإسلام هذه كلها حقيقة يعني هي بالمحاطرة الله يجازيك الخير يعني غطيتها لهذه الجوانب لكن للمسلمين يعني الفصلية التي تطعوا عليها وبارك الله بي وجهه المبارك إن شاء الله هنا السؤال الذي يطرح نفسه بما أنك وضعت رصوص من كتبهم المقدسة هل المعركة التي حصلت في العراق بالمقسم والاحتلال هل كانت دوافع حديدية أيضاً؟ وهل ما يحدث الآن من تبدل إيراني هم دوافع دينية؟ وهل ما معنى أننا نعيش في حروب دينية في المنطقة؟ إذن وكيف السبيل لمواجهة الحروب الدينية؟ وشكراً لكم لا شك أنه من قاد الحرب على العراق صرح رسمياً بأن الحرب صليبية ونحن نعلم أنه عندما يقول أن حرب صليبية حرب دينية فهذا من وجهة نظري طبعاً أكيد هناك أمور أخرى سواء اقتصاد نفوط أو غيره ولكن نوعهمنا كما قلت أنا هو الجانب الديني فمن شن الحرب صرح بأنها حرب دينية وقال أنها حرب صليبية لكي يستذكر معارك الحروب الصليبية في القرون السالفة والتي عانى منها المسلمون الكثير وأيضاً فيها كانت تمهيد لما نراه اليوم في فلسطين هي طبعاً أوروبا كلها مثل ما ذكر دكتور رايمن هي تحاول أن تجعل فلسطين أرض اليهود بالمجمل لتحقيق النبوآت التي يؤمن بها سواء النصارى أو اليهود فإذاً هي حرب العراق أيضاً كانت إن لم تكن مباشرة حرب دينية عند من يقول أنها لم تكن حرب دينية فأيضاً كانت هي بدايات لحرب دينية لما نراه اليوم لما وصلنا إليه اليوم أولاً فتح البوابة الشرقية أمام إيران وغزو إيران إلى العراق واحتلال العراق بشكل رسمي الآن إيران هي من تتحكم بالعراق وطبعاً معلوم كلنا يعلم أن إيران أصبحت اليوم وإيران تتخادم على المنطقة هناك تخادم في العراق احتلال أمريكي أولاً ثم تسليم العراق لإيران هناك احتلال أو دخول عسكري في سوريا ثم تسليم سوريا لإيران هناك أيضاً في اليمن دخول غربي والسماح لإيران وأذرعها في السيطرة على اليمن وكذلك أيضاً لبنان فإذاً هي القضية كلها بالمجمل من وجهة نظري هي كلها دوافعها دينية وهناك تخادم ما بين إيران والغرب في السيطرة على المنطقة ولكن لم نرى إلى الآن مواجهة حقيقياً بين إيران وإسرائيل وهذا لن يتحقق من وجهة نظري لأن هناك خطوط مرسومة ما بين الطرفين كل له أهدافه وكل له حدوده في التوسع ما بين الطرفين إسرائيل وإيران والله أعلم الكنيسة الأنجيلية كانت من الكنائس المنبوذة عند المسيحيين حتى منتصف القرن الماضي صار تحول صحيوني باتجاه الاستحوال على الكنيسة الأنجيلية فإذا نرجع الأوليات الأحصائية قبل عام 1950 كانت الكنيسة الأنجيلية لا تشكل إلا نسبة بسيطة من أمريكا الجنوبية والدول العربية وأمريكا الشمالية واليوم الكنيسة الأنجيلية في العالم أصبحت هي الكنيسة القائمة الكنيسة الأنجيلية هي مخلب صحيوني في الجسد المسيحي طبعاً وكانت هذا التغيير أكثر في السياسة البريطانية وأكثر في أعضاء الكونغرس الأمريكي صار الكارتر الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية الصقور سواء كانوا في حزبين الديمقراطي والجمهوري هم أغلبهم من الكنيسة الأنجيلية تلاحظ يلاحظوا الحضور طبعاً أنا طبعاً هي خارجة عن الموضوع بس هي مكملة للموضوع إذا اسمعتولي فيها حتى في بلداننا العربية اليوم سطوة الكنيسة الأنجيلية في دولنا العربية هي السطوة الكبرى يعني حتى إذا نرجع إلى أحصاياتنا لا أملك هذه الأحصايات ولكن قارئ عنها اليوم التغير لترانزكشن من الرومان من الكاثوليكية إلى الأنجيلية تغير كبير الكنيسة الأنجيلية هي الممهد لحرب أرمجدون هي الممهد لقيام دولة إسرائيل الكبرى هي الممهد طبعاً مع قيام طبعاً هي نشأت يعني أسأل بحيداً عن نظرية المهامرة طلعة الخميني من النجر ورهابه إلى فرنسا ورجوعه لاستلام السلطة كان وفق منهجيات الكنيسة الأنجيلية كان هناك المحاضرات حقيقة مدرسة القيادة والإدارة في جامعة البكر للدراسات صلطت حوالي ست محاضرات على الترانزكشن في عام 99 على التحول في المسيحية نحو الكنيسة الأنجيلية كل الرؤساء الأمريكية من ابتداء من الستينات من بعد هذا الرئيس الكتل كندي وصعوداً إلى الرئيس الحالي في الوقت المتحدة الأمريكية بشكلهم هم أنجيلي شكراً للدكتور ثامر العلواني المتخصص في الأديان والمذاهب على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور وعلى أمل أن نلقاكم في مجالس خميس قادمة ثقافية بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة